هل الآن الأوان إن يبقى عندنا ثقافة الإبلاغة عن المخالف من غير ما يبقى عندنا مشكلة إنه إحنا بنقطع عيشه حرام إحنا مش عايزين نتسبب في خراب للناس ما تدمنش ظروف الناس إزاي فالناس بتقول مش معقولة حابقة أروح أقوم قايل ده فلان مغالي الأسعار هل هل المواطن يعرف إلي تيب أحققه؟ لا الحقيقة دي نقطة نقطة مهمة آه أنا أبلغ عن المخالف وكمان ثقتي هتزيد لما حس إن المخالف ده تم إقابه وتم تطبيق القانون عليه كمان بقية المخالفين هيرتدعوا لما يشوفوا تاج المعين وعندنا حاجة مهمة تاج المعين حصلوا إحنا عندنا حاجة مهمة جدا السوشيال ميديا النهاردة موجودة فيها حاجات كتير إيجابية وفيها حاجات كتير سلبية فيها حاجات لت وعجن وحاجات إحنا نفسنا بنحس إنها ممل لكن الحقيقة ليه منطباش ده والحقيقة فيه ناس نشطة جدا على السوشيال ميديا بتعمل الجهد ده بقول أنا في الحتة الفلانية والسعر ده رخص أو الحتة الفلانية وفلان ده مرخص العيش هنا أغلى من سعره بالشكل الفلاني مفروض أنا والحكومة نعمل بقى اللي هو زي ما بنقول الثقافة ونساعد بعض بمعنى إنه الحكومة بي عندها تفاعل مع هذا المواقع بيقول الموقع بيقول المكان وبيقول العنوان وبيقول غيره أتحرك مباشرطا هنا غير الضبطية فكرة الضبطية هنا مهمة جدا لكن سؤال برضو يتعلق بالشق التشريعي هل أنا عندي القوانين والتشريعات الصارمة الرادعة كمان لأنه حكمة أو فلسفة أي تشريع أو قانون أنه يرضع المخالف فالتاجر الجشع ده قانونيا دلوقتي لو وقعت عليه العقوبة هتبقى عقوبة رادعة هل أنا عندي الجانب التشريع أو البنية التشريعية اللي بتتيح لي ضبط الأسواق بشكل أنا محتاج والفترة المقبلة عشان أخفض الأسعار الحقيقة إحنا عندنا تشريعات يعني يمكن إحنا مش محتاجين تشريعات جديدة محتاجين تنفيذ التشريعات هي تشريع تنفيذ القانون يعني خلينا نقول بصراحة قضية رسالة قوانين قضية المرور المرور النهاردة الرادارات موجودة وبتبعت رسالة للناس بتقول له أنت خلفت كذا وعليك مخالفة كذا وقت يدفعها في الفترة الفونية لو ما دفعتهاش بتتضعف ده موجود برة وبيتطبع بحزم وعلى فكرة محتاج كاميرات وأدوات وفيه أدوات التكنولوجيا بتاعدي لو أنا بطبقه النهاردة فيه ناس كتيرة بقى فيه أكتر من مكان في القاهرة الأماكن السكنية اللي فيها السرعة 60 لا بقى فيه رادارات وبقى فيه رسالة تروح للناس بقى بيمشي مؤدب يعني خلينا نقول أنه القانون وتطبيقه حاسم وبيرضع الجميع وتطبيق القانون بمساواة يعني ما فيش فرق أنا مش شايف العربية دي بتاعت مين أنا شايف العربية دي مخالفة للسرعة أو ماشية ملتزمة بالسرعة فإحنا عندنا قوانين آه عندنا قوانين للتموين وعندنا قوانين للأسعار وعلى فكرة فيه تشريعات مؤخرا يعني فيه تشديد عقوبات شديدة جدا وبعدين جزء مهم مش بس فكرة الحبس فكرة الغرامات الكبيرة وفكرة الإغلاق وفكرة أن يبقى فيه عقوبات ويبقى فيه بلاك لست قيمة سودة للناس اللي بتخالف وزي ما قولنا السوشال ميديا أدوات الدولة نفسها هسق أكتر كل ما أدوات الدولة الحكومة بتعلم هسق أكتر لما الأسعار تنزل هسق أكتر لما يبقى فيه عقوبات واضحة للناس هسق أكتر لما يبقى فيه حاجات زي حماية المستهلك ومنع الاحتكار لأنه فيه حاجة في الأسعار خطر جدا بيلاحظها أحد محتك بالسوق وإحنا ما بننزل نشوف إنه يبقى فيه سلعة معينة فيه بقى عدد من التجار يجتمعوا ويحددوا سقف ما ينزلش عنه البيض على سبيل المثال العلف نزل مفروض الفراخ نزلت والبيض وكده العلف نزلت بشكل منسبة معتبرة وكان فيه اتفاق من بورس الغرف التجارية والبيض وكده إنه ينزلوا بسعر معينة في المزرعة فيطلعوا الحال إنه ده أما الناس سمعت ده أو قراته بعد كده راحوا اكتشفوا إنه ده مش دقيق إنه الأرقام مش دقيقة إنه الأرقام فيها زيادة ممكن إبقى فيه حيز 10 جنيه 15 جنيه لا إحنا بنتكلم في حيز 30 و40 و50 و60 جنيه وبالتالي فهنا أنا بفقد قدرتي على إني أثق فيه هزي المنظومة عشان كده المنظومة دي كل ما بتشتغل بقاليات زي ما أنتو أشرتو فيه حاجة مهمة إحنا بنقول الثقافة نعارضة السوشيال ميديا فيه ناس بقدر ما فيها حاجات ملاش لازمة كتير وممكن يبقى إحنا بنحس إنها كده لكن فيها أدوات مهمة فيه ناس كتير منتشرة أولا بتتيح فرصة نيبقى فيه ليك الحكومة ليها مندوبين على السوشيال ميديا الموثوق فيهم دول اللي بيبلغوا بالمناسبة بيعملوا منشا للدخلية بيعملوا منشا للتموين بيعملوا منشا للجهات هذه الجهات يبقى عندها مجموعة شباب قاعدين بأجهزة لابتوب بيقدر يجمع ده ويبدأ يتحرك مباشرة هنا الجزء الخاص بالأسعار الجزء الخاص بالجودة كمان الحقيقة يجب الثقافة مش بس على المواطن والحكومة الثقافة على الناس كعادية على المنتج نفسه يعني أنا بتكلم على الحقيقة إنه إحنا بنتكلم عاوزين نخفض أسعار حاجات زي الملابس الجهزة وزي الجلود باعتبار إن فيه صناعات منصرية هنا فيه اتفاقات غرف تجارية وغيره ليه ميبقاش بالسعر معقول ما أتفاجئش إن هي أغلى من برة أو المتصدر أغلى أو كده والجودة والتقفيل الكويس وإن أنا يبقى عندها مش ربح معقول مش طول الوقت أنا بشتكي فيكتمعوا مع بعض ويقولك لا ما تنزلش عن السقف ده عشان كذا ونكتشف في الأوكازيونات وفي التخفضات نسبة التخفض تصل لستين وسبعين وتمانين في المية وهو محقق ربح ده معناها وفيه مشكلة في ده دي برضو جزء من ثقافة الإنتاج إن أنا عاوز أدعم المنتج المصري وعاوز أقلل الاستراد من ملابس عندي قطن وعندي ملابس جهزة وكفائتها عالية وجودتها ممتازة الجلود يلمانع أنا كثقافة النهاردة فيه ناس اشتري المصري وصنع في المصري بفخر كل دي حاجات مش تيجي بس بالكلام هتيجي بقدرتنا على إننا بهذا المجتمع بيتحور مع بعض وبيسمع بعضه بشكل كبير ويقدر يحدد آليات ويحدد إجراءات آليات بمعنى أعرف السعر العدل إزاي أعرف إنه ده سعر مناسب إزاي أعرف العروض اللي موجودة وفي نفس الوقت يبع عندي قدرة على تطبيق القانون بحاسم وبمسواة وبقدرة بحيث إنه ما يتضرش ما برضو أنت أشرت النقطة مهمة اللي هو أنا مش عايزه اللي يبلغ يتضر أو يروح ينتقم منه أغيره لا ده بحاسم وبقانون وأوفر له الحماية كمانا موسيقى